بسم الله الرحمن الرحيم درسنا هذا اليوم الدرس الثالث من الفصل السابع قياس الطول بالسانتيمتر من بعد ما أخذنا في الدرس السابق الوقت بربع ساعة اليوم نأخذ قياس الطول وقياس الطول يكون بالسانتيمتر يكون بالسانتيمتر الآن في الصف الثاني فقط السانتيمتر المراحل التالية يكون ببقية الأطوال فكرة الدرس هو أتعرف السانتيمتر نعرف ما معنى السانتيمتر واستخدام المصطرة لقياس الطول انه هذه عندنا المصطرة هنتعلم شلون انقيس انه احنا عندنا هذا الصفر والواحد هنا واحد سانتيمتر والاثنان سانتيمتر انه هذه الخطوط الصغيرة تسمى مليمتر وهذا السانتيمتر الواحد اثنان سانتيمتر ثلاثة سانتيمتر اربعة سانتيمتر خمسة سانتيمتر ستة سانتيمتر إلى نهاية المصدرة تصل إلى 20 سنتيمتر هذا القياس في المصدرة ما يتحدث عن فقرة أتعلم أستعمل السنتيمتر لأقيس أطول الأشياء القصيرة الأشياء القصيرة الآن بما نستنتج نقيسها بالسنتيمتر نقيس الأشياء السنتيمتر لطول الأشياء القصيرة والمتر نقيس الأشياء الطويلة الآن لكي أقيس طول القلم بالسانتمتر فإني أضع صفر المصدرة عند طرف القلم وأقرأ العدد المقابل للطرف الثاني للقلم هذا القلم نضع القلم ونلاحظ جيد إنه نقيسه هذا الواحد إلى وين منتهي إلى عدد التسعة وإحنا هنا رح يشوفوا وبالشريط المتري هنا عشرة وراء العشرة الشيجي دعاش اطنعاش لتعاش عربة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر وثمانة عشر وتسعة عشر القلم ينتهي إلى تسعة عشر سانتمتر واللاحظة بالمصدرة ونشوف إنه أيضا ينتهي إلى تسعة عشر تقريبا أو ثمنتعش أو تسعة عشر سانتمتر هذا الشريط المتري للقياس مثل ما تلاحظوا الفيتة أو شريط هذا الخياط قياس هذا الشريط المتري للسانتمترات فهنا عدنا مثلا هذه الأداة سكول اسباني نقيسها مثلا بالشريط المتري إنه ناخذ طرفها البداية وينقيسها إنه تبدي طرفها من الواحد وينتهي طرفها تقريبا إلى العشرون معناها عشرون سانتمتر أيضا هذا كان فنبدي هنا نحل التمرينات هو موضوع سهل وبسيط نبدأ فقرة عفوا فقرة أتاع علم إنه هناك كان قياس القلم كم ستعاش سانتي متر بدأ هناك من الصفر إنه يقول أضع صفر المصطر صفر المصطر عنده طرف القلم وهنا كان ستعاش السؤال الثاني القلم كان كم طوله ذاكرة حدا عشر هنا بادي إلى وين إلى أربعة عشر أربعة عشر سانتي متر سانتي متر هنا المطرقة هذه المطرقة سؤال أتحدث كم طوله عشرون سانتي متر عشرون سانتي متر أتحدث كيف أقيس طول المطرقة بالسانتي متر فلاحظناها كم عشرون سانتي متر عشرون سانتي متر ونقدر نرمز له بسين ميم معناها سانتي متر سين ميم معناها سانتي متر نلاحظ هنا استخدام المصطر لأقيس الطول بالسانتي متر هذه الفرشات نلاحظوها بالكتاب كم إذا ما وحدكم بالكتاب يشوفوها كم اتنان وعشرون سانتي متر أيضا هذه الملعقة كم طولها تقريبا ثلاثة عشر سانتي متر نجي هنا نقيسها بالقياس الفعلي نجيب هذه نجيب المصطرة للقياس واللاحظ أنه هذه طرفها بادي من الصفر منتهي تقريبا للثمنتعاش سانتي متر هذه الملعقة قياسها ثمنتعاش سانتي متر هذا القلم كم طوله اثنى عشر سانتي متر اثنى عشر سانتي متر هنا بالسؤال السادس أحل مسألة صنع فيصل برجن باستعمال ثمان مكعبات كم مكعب واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية متداخلة كان طون المكعب الواحد اثنين سانتي متر يعني هسة هذا أنا رسمت الطريقة أفضل نجين إحسب إنه كم مكعب رسم ثمان مكعبات كل مكعب اثنين سانتي متر كل مكعب يعني هذا اثنين سانتي متر هذا لاحظوا 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر إنه كل مكعب طولة 2 سنتيمتر فكم طول المكعبات كلها إذا هذا 2، هذا 2، هذا 2 هي كم مكعب 8 طول المكعب الواحد سنتيمتر 2 فنقول 8 ضرب 2 8 و 8 أو 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 إلى آخر، يعني نقول 2 جمع 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 2 يساوي 16 8 ضرب 2 كم؟ 16 سنتيمتر أو سين ميم أو سنتيمتر فكان هذا طول البرج طول البرج كم؟ 16 سنتيمتر نستخدم عملية الإبدال 2 ضرب 8 يساوي 16 سنتيمتر أعيد مرة أخرى أنه هنا نصنع فيصل البرج البرج كم مكعب بـ 8؟ المكعب الواحد يحتوي على 2 سنتيمتر كم طول البرج؟ نضرب شخص هنا الط ولا ن Hopefully بدلنا تقوم بأن للؤمن عملية إن شيء جمع 2 ضرب من 2 سنتيمتر 1، 2 ضرب 2lage قدير 1fight 2 يساوي 16 سنتيمتر مسألة مفتوحة ابحث عن شيء في البيت طوله 10 سنتيمترات وتحقق من الطول باستخدام المصدرة هنا عندي عندي الموبايل انقيسه اللاحظة انه طوله نبدي من الصفر ينتهي للعشرة وين ينتهي للعشرة لاحظوا ماما ينتهي للعشرة سنتيمتر فاني لقيت الموبايل طوله 10 سنتيمتر المطلوب من هذا الدرس هو قراءة المعطى وحل صفحة 43 في كتاب النشاط